لسه المدير التنفيذي كنت بقول لكم ايه مش هيطلع رد حاليا بالفعل المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري الاستاذ وليد العطار في مدخلة في احد البرامج بيقول ان احنا هندرس الرد على النادي الالي في بيان يشمل كل ملفات النهائي خلال يومين او ثلاث ايام ولسه عنده اصرار في معارضة لنفسه وتناقض لتصرحاته ان المفترض النادي هو اللي يرسل للاتحاد المحلي والاتحاد المحلي هو اللي يرسل للكاف طب على اي اساس الكاف بعتلك انت كاتحاد مصري الخطاب على اي اساس البطولة دي اللي بتنظم لأول مرة من ثلاث سنوات يكون بيان الكاف الصادر باسناد البطولة يتكلم عن فكرة تقدم اتحادات كان الكاميرون المغرب تونس لنهائي دوري الابطال والمغرب في الكونفدرالية على عموم احنا مستنين اليومين ثلاثة بتوع الاستاذ وليد العطار لان اعتقد وقتها هيبقى بيانات كتير بيان عن النادي الاهلي وبيان عن منتخب مصر هو وليد العطار تقريبا زنق نفسه زنق نفسه بكلام كله مغلطات وغير منطقي لسبب يا جماعة الموضوع اللي عمال يتردد بتاع النادي كان يخطر النادي كان يبلغ ببساطة ده بيحتاجوا لي ان انت عارف نظام المسابقة غير كل اللي عرضناه وانا حصحة كل يوم الصبح كنادي اهلي اتصل باستاذ وليد العطار ايوة انت جالك فرصة ان احنا نقدم ونستضيف النهائي ولا لسه شوية لا اقول لا ما جاليش حاجة تاني يوم ايه جالك حاجة لا ما جاليش حاجة المخطبة اللي جات من الكاف جات لي مين جات للاتحاد المصري لكرة القدم يبقى مين اللي عنده المعلومة والقبر وانه يقولك دلوقتي ينفع ولا ما ينفعش الاتحاد المصري لكرة القدم اذا اي كلام حوالين ده من شخص نفسه ادان نفسه اقر ان النادي الاهلي لم يخطأ هو مجرد كلام مرسل ولكن لسه عند الملف وعند رؤية النادي الاهلي اللي زي ما اسامة كلمكم كده النادي الاهلي يا جماعة ما بتكلمش بس في الطولة النادي الاهلي عنده عشر بطولات يعني تقريبا ضعف مش تقريبا هو فعليا ضعف اقرب منافس ليه في افريقيا فالقصة مش بطولة راحت بطولة وحناخد بطولات كتيرة جدا ولكن النادي الاهلي بيؤسس لكرة القدم في افريقيا ويمكن قبل المؤتمر كنت اتكلمت كده عن امنية ان احنا نتكلم في ملف الفارو وبعض من الملفات اللي تخص رؤية الكرة الافريقية فالبعض كان بيقول لي طيب ده ايه علاقته بالمؤتمر قلت لهم لا القائد والنادي اللي لو ما تكلمش وهو النادي الاهلي يبقى مين في القرى وممكن يتكلم فعلا كابتن محمود الخطيب بقى تناول عدة نقاط منها كمان اللي استعانى بكتير جدا من اللاعبين ورموز الكرة الافريقية واكيد اكيد رؤية النادي الاهلي لو الاتحاد الافريقى عايز يطور لازم يبصليها ولكن كان عندنا هنا ايضا شق داخلي شق داخلي يبين لكم التراهل الاداري اللي وصل ليه اتحاد الكرة وفكرة غياب المعلومة واللي بيمدي على حاجة عارف بيمدي على ايه ولا لا لما نشوف الفيديو ده هنقدر مرد عليكم توصلت مع الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد القرى سألت السيادته هل الاتحاد كان بالرد على الخطاب الذي تلقاه من الكاف بخصوص تنظيم المبارنة هي لدارو الأبطال وأجاب بالفعل الاتحاد قام بالرد مدخلناش ليه بقى في الهيصة دي في المسابقة دي والتنظيم ده كلمت بعدها على طول وتواصلت مع المهندس هانيا بوريدا عدو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للاستعلام عن مساندته لطلب مصر الخاص بتنظيم المبارنة النهائية لدارو الأبطال وأجاب أن مصر لم تتقدم بطلب لتنظيم المباراة أو الاتحاد كرة مصر يعني وأن ما يردده اتحاد الكرة في هذا الأمر غير صحيح طبعا استغربت جدا عودت الاتصال مرة تانية السيدة الأستاذ جمال العلام وأبلغته بما قاله المهندس هانيا بوريدا وأسألته من صاحب المعلومة الصحيحة حضرتك ولا المهندس هانيا وكانت أجابته احنا الاتنين صح كلنا معلومته معلومته صح أنا طبعا اندهجت جدا قلت ازاي فأجاب السيد رئيس الاتحاد أنه قام بالرد فعلا على الكاف لكن لم يطلب تنظيم المباراة ولكن طلب إقامتها على ملعب محايد أمر يمدو بالنسبة لنا الحقيقة غريب وصراحة يعني غير مقبول سليسا عندما كررنا النجوء للمحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوق النادي عقب قرار الكاف بإقامة النهاي في المغرب تواصلت مع السيد رئيس اتحاد القرى وطلبنا منه أنا أتكلم بالسيغة النادي وطلبنا منه صورة من الخطبات المتبادلة صورة من الخطبات المتبادلة بين الاتحادين المصري والأفريقي والأفريقي اللي هو اللي بعت الأول ثم المصري مخصوص تنظيم النهايات الأفريقية وهذه الأوراق يا جماعة ودي نقطة مهمة هنجيلها في الآخر وهذه الأوراق من المفترض إن إحنا أن نبني عليها موقفنا القانوني وللأسف لم نتلقى استجابة منه حسبما وعد كلام ده أعتقد كان يوم الاثنين أو تلاتة أي لالثنين لالثنين لالثلات وما جلناش حاجة فطلبت من السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي التواصل مع المدير التنفيذي للاتحاد في هذا الأمر لأن الوراق ده مهم جدا 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 بالنسبة لنا وقمنا بمخطبة الاتحاد كتابيا ثلاث مرات لهذا الأمر وأخترنا السيد وزير الشباب والرياضة بما يحدث مع النادي الأهلي ووعد بالتدخل شكرا بقى حد يعني اثنين تلات اربع خميس تقريبا يعني أو تلات اربع خميس وطبعا صبح جمعة هنا السيد وزير الشباب والرياضة وعد بالتدخل أعتقد لما وصفت موقف اتحاد الكرة بالتراهل الإداري اللي سمع كلام كابتن محمود الخطيب عارف ان يمكن ده لفظ كمان هادئ نسبيا لأن انت ببتسأل في قضية قانونية عايز تقدم ورق قانوني زي ما قال كابتن محمود الخطيب ودي أصعب نقطة في رأيي في المؤتمر فيما يخص الأمور الداخلية ليه انت مكلف مكتب قانوني كبير عشان يخاطب الكاف أو يبدأ يشوف موقفك أو يخاطب لجنة التحكيم أو المحكمة الرياضية هو طلب منك عشان يكون عنده المعلومات ويقدر يشوف هل القصور من عندك هل القصور من عندك كاف مجموعة من المستندات لو اللي عملوا اتحاد الكرة في الأول جريمة فاللي عملوا ده يثبت ان هي جريمة مع صبق الإصرار والترص لان فيه إصرار لمدة أربعة تيامة لكن انت ما تاخدش الورق بصوا البداية كابتن محمود الخطيب بيكلم رئيس اتحاد الكرة جمال علام بيقول له انا عايز الجوابات او المخاطبات اللي بينك وبين الكاف وهل انتو تقدمت ولا لا قال له تقدمنا رجع المهندس هانيا بوريدة قال له احنا ما وصلش اي حاجة وانا بقولك الاتحاد المصر لم يتقدم رجع كابتن محمود الخطيب هنا بقى النقطة كلم رئيس الاتحاد المصر لكرة القدم انت تقدمت ولا ما تقدمتوش لان المهندس هانيا بوريدة بيقول ما حصلش ان انتو تقدمتو بما معناه ان احنا تقدمنا اه لما قال له المعلومتين صحيحتين بمعناه اه تقدمنا بس نسينا حاجة مهمة جدا نسينا البند الاول في البطولات اللي المفروض نتقدم بيها نسينا البند الاول اللي بيدي النادي الاهلي افضلية نسينا البند الاول اللي النادي الاهلي كان حيحقق بسبب السلسية وكان حيدخل لمصر ملايين الدولارات بتتويجوا بالبطولة ده انسينا يا كابتن عشان كده المعلومتين صح اه قدمنا بس ظلمنا الاهلي اه قدمنا وفدنا كل الناس الا النادي الاهلي ده اللي عمله جمال علام في رده الاسوأ ان على مدار اربعة ايام ده بقى الاسرار يعني الخطأ يتحول لخطيئة الورق مطلوب يكلم نائب رئيس النادي الاهلي يتصل مفيش اي استجابة تلات مخاطبات مفيش استجابة المدير التنفيذي للنادي الاهلي يتوجه بنفسه لاتحاد الكرة وبرضو مفيش استجابة اصلحنا افليم الدرج على الخطاب وما بيطلعش الحد ولازم يجي لنا تليفون من الاستاذ جمال علام اللي بيمدي على ورق في كل حاجة الا دوري الابطال ده اللي كان بيحصل مع النادي الاهلي وده اللي كان بيوجهه النادي الاهلي وتدخل الوزير في الوقت ده مشكورا وارسل موظف عشان ياخد للنادي الاهلي الورق ولكن كانت الامور متأخرة جدا اتحاد كرة اخطأ مرة واساء ومع صبق الاسرار والترصد في مرة تانية عشان يحرمك من كل فرصك اللي تقدر تمتلكها لتحقيق اللقب هكذا كان الاتحاد المصري لكرة القدم يتعامل مع الاهلي المصري مش كده وبس كالعادة كده وحنا قاعدين دايما الفريق الاعداد على طول معايشنا الاحداث عشان نعايشكم الاحداث قلنا تصرحات للمدير التنفيذي على الهوى كمان رئيس الاتحاد الاستاذ جمال علام والحقيقة انا عندي قناعات داخلية ان انا ممكن اختلف مع اشخاص كتير كانوا بيديروا مؤسسة او منظومة كرة القدم عبر اتحاد كرة القدم ولكن تصرحاتهم ما كانتش بهذا الشكل المسير للضحك انا اسفنا بقول كده لان لما موضوع السنغال ونقول لا دا احنا طالبنا اننا نشارك كاس العالم يعني كان كلام قلنا ما ينفعش وما يصحش رئيس الاتحادي يقول دا لما يجيلك رد بالرفض ما ينفعش تبقى مش عارف الجهة اللي انت هتستأنف عليها في الاتحاد الدولي لكرة القدم لما يكون فيه عضو مجلس ادارة مش عايز يحضر مع المؤتمر المتعلق باختيار مدير فني جديد ما ينفعش والاصلي كان جاي بالكاجول وكان مكسوف يظهر وتصريحات كلها كوميدية كملناها النهاردة في تصريح حاليا وبيتكلم ايضا وبيدعم فكرة انه هيتم الحديث عن ملف النهائي وهيوضح كافة الامور ايضا خلال يومين ثلاثة المشكلة وبس دا كمان بيقول ان المعمولة دا حملة على اتحاد كرة القدم الحالي عشان يضغطوا عليه يقدم استقالته فييجي اتحاد كرة القدم السابق يعني بجد بجد الاستاذ جمال علام تصريحاته لازم يرجعها بشكل حاسم واي حد مقرب من الاستاذ جمال علام يريت يقوله راجع تصريحاتك قبل ما تطلع على الهوى لان لا الاتحاد السابق ولا رجاله كانوا منصفين مع النادي الاهلي وده اللي استعرضنا النهاردة في المؤتمر واتقال ليس كل ما عرف يقال دا رقم واحد رقم اتنين انت عندك ازمة حاليا اعلاميا من امس بسبب نتيجة مباراة اسيوبيا مش الاتحاد السابق ولا رجاله اللي اختاره الكابتن اهاب جلال رقم تلاتة وده الاهم النادي الاهلي بيتكلم بوصائق وبيتكلم بوضوح وبيتكلم على اعلى مستوى من التواصل بالتأكيد النادي الاهلي على قدر كبير جدا من المسئولية ان هو مش هيزجب اسم وزير الشباب والرياضة في احداث لم تحدث فبالتالي حضرتك امام ازمة حقيقة غير ازمة الخطاب هي ازمة التصريحات فلو مش قادر تتعامل مع الاخفاق وفكرة اخفاء الخطابات والفشل الاداري ياريت تقدر تتعامل مع التصريحات اللي انت بتحاول تداري بيها مثل هذا الفشل استاذ جمال علام مش بس محتاج يراجع تصريحاته لا كمان محتاج يراجع امضاءاته سواء بتعييم مديرين فنيين ورؤيته وسواء بامضاءات على خطابات زي ما عرضنا فيها كل حاجة عملت اللي حق النادي الاهلي فقط هو اللي ما تعملش هكذا هو اتحاد الكرة وهكذا يدار اتحاد الكرة مجرد كلام مرسل لا تخطيط لا رؤية لا شيء في مستقبل كرة القدم المصرية فيه بريق من الامل مستقبل معتم في وجود هذه العقليات التي تدير اتحاد كرة القدم نطلع على فاصل نشوفه وعده